مرة نبدأ بتحضير الوصفة لهذه الوصفة نحتاج إلى المكونات التالية كوب واحد من الرز مغسول غسلته مرتين وصفيته من الماء استعملت رز بسمتي بصلة متوسطة مقطعة مكعبات صغيرة عندي معدنوس أو البقدونس مقطعة أيضا نصف صدر الدجاج يعني جهة واحدة من صدر الدجاج مقطعة مكعبات متوسطة الحجم عندي حمص مسلوق وبازلة وهي الجلبانة مجمدة الكل مغسول نستعمل ملعقة صغيرة كل من الملح فلفل أسود ونصف ملعقة صغيرة من الكركم زيت وأيضا نحتاج ثلاث أكواب من الماء نفس الكوب الذي نقيس به الرز نقيس به الماء أولا استعمال طنجرة الضغط لربح الوقت يمكنكم استعمال طنجين عادي نضع ثلاث ملاعق أقل من الزيت نباتي أو زيت الزيتون على حسب الرغبة نضع البصل وصدر الدجاج ليتقلوا بعدما تقلوا هكذا نضيف الحمص المسلوق سبق لي وعملت طريقة سلق الحمص لإستعماله في هذه الوصفات وأيضا البازيلة مجمدة أو عادية نضيف ملح والتوابل ثم نضيف ثلاثة أكواب من الماء بالنسبة لأوراق الرند أو الغار أيضا إذا كانت عندكم استعملوها أنا لم تتوفر عندي حاليا تضيف أيضا مذاق رائع لهذه الوصفة نخلط كل ما بعد ونغطي الطنجرة وندعوها على نار مرتفعة حتى تبدأ بالغليان يعني السفارة تبدأ تدور ننقص النار إلى المتوسط ونتركه مدة 20 دقيقة بعد 20 دقيقة نطفئ النار هنا كما ترون بعد 20 دقيقة الكل استوى وأيضا بقي لي كمية من المرق في طبق الفرن أضع الرز كما قلت الرز بسمتي مغسول جيدا ومصفة من الماء وأصب عليه المرق وأضيف المعدنوس بالنسبة للفرن طبعا يكون مشعول 180 درجة مئوية نخلط الكل مع بعض ثم نغطي إذا كان طبق الفرن به غيطاء نغطيه بالغيطاء إذا لم يكن به غيطاء نغطيه بالورق الألومنيوم ثم ندخله إلى الفرن مدة 20 دقيقة حتى يتشرب الرز كل المرق ويستوي بعد 20 دقيقة إذا أخرج طبق من الفرن الرز قد تشرب كل المرق واستوى الاستواء يعني رائع لا هو معجن ولا هو إذا أخرجتم الطبق وجدتم أن الرز تشرب كل المرق ولم يستوي بعد جيدا تغطونه مرة أخرى وتدخلونه الفرن لكنه مطفي يعني نطفئ الفرن ونعيده إلى الفرن مغطى ليكمل الاستواء يعني بالبخار فقط أو العكس إذا وجدتم أن الرز قد استوى كثيرا وبدأ يتعجن تنزعون ورق الألومنيوم وتدعونه هكذا في حرارة الغرفة سوف ينشف ويتماسك أتمنى تعجبكم الوصفة وإلى الفيديو القادم إن شاء الله إلى اللقاء